طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة سوي برامس سوي بسعر دولار فاصل ستة ثمانية برانك اتنين وعشرين ماركت كاب اربع وعشرين او الماركت كاب اربع مليار تقريبا بولم يومي سبعمائة مليون طبعا اللي تابعنا اول مرة مرحبا بك هذه قناتنا في التليجرام قناتنا مهتمة بالاخبار وتعليل عملات ونحط صفقات ايضا وقاماو عدنا خنة دارة الحساب اللي تميز فيها كل التميز فرضنا شباب ربحان 35000دولار في خديم دارة الحساب طبعا ايضا عدنا واحد من شباب اني ربحان تقريبا 29000دولار في خدمة دارات الحساب في support تداول 40 على اني ترى هذا شرط عملتنا في عملة�리 هي كنا متكلمين الى اخر مرة عن الحركة المتوقعة والله الحمد صار وهنا شفناه واللي هبوط لكن العملة ما عطتنا نفس الهدف اللي كنا نرى فيه الهبوط لأنه كنا أذكر أخا مرة من ما نزلنا للفيديو السابق أددنا أنه ممكن نشوف هبوط في العملة لغاية هذه المستويات اللي هي بتكون تقريبا على السعر 0.5 أنا بالنسبة لي على الهبوط اللي صار العملة احترمت هذا الدعم اللي موجود على هذا السعر لأنه فيه دعم واضح على هذا السعر اللي هو تقريبا على السعر دولار فاصلة 6 تقريبا للعملة احترمت هذا الدعم وما نزلت أكثر عن ذلك أنا بالنسبة لي بعد يعتبر جيد نوعا ما بس بيكون الأفضل لأنه إذا نشوف على شمعة اليوم الارساي ما عطلنا هبوط مثالي على فريم الثلاثة أيام لأنه كنا على فريم الثلاثة أيام شوفوا كيف على فريم الثلاثة أيام نشوف أنه ممكن يصير هبوط فيادة شوي على فريم الثلاثة أيام لأنه بالنسبة لي الدعم الأقوى دولار ونص دولار فاصلة 5 أنا بالنسبة لي هذا أفضل سيناريو يعني أنا بالنسبة لي الدخول هنا بيكون ممتاز صراحة أنا ما أتوقع أن يصير كسر لهذا الدعم بسهولة طبعا مش نصيح استثمارية كالمنقدمة هنا عبارة عن وجهة نظر وليش أيضا حتى الأرس آي بيوصل تقريبا منطقة الخمسين بيصفر تقريبا الأرس آي رح يوصل للخمسين ورح يعني تبدأ الحسبة من أولا ديت فبيكون بعد جيد في حال نزل لسعر دولار فاصلة 5 لكن أنا أشوف يعني حتى لوني نشوف هنا سوي زوم شوي عشان تشوفون وفي العملة احترمت الدعم اللي على هذا السعر خلنا نصغر الصفقة نوعا ما عشان تشوفون شواني نفس الدعم الخط يعني احترم الدعم هذا هني بالإضافة أساسا دعم قديم يعني مش أول مرة أساسا بس تكرر شي فشو نظرتي للعملة حاليا حاليا العملة أمام سيناريو واحد تنزل الدعم وترجع تكمل سيناريو ثنين نحين بترجع توصل للمقاومة هذه اللي هي بتكون على سعر دولار فاصلة 9 ثمانية يعني تقريبا ثنين دولار مهم جدا أنه تغلق فوق لثنين دولار يعني اللي هي بنقول من واحد فاصلة 9 ثمانية لغاية ثنين دولار يحتاج أن العملة تغلق تطلع فوق هذا السعر وتغلق وتعطيني على التختبار وانطلاق ليش؟ لأن في المرة اللي فاتت وصلت هذا السعر وعطني على التختبار ووصلت للمقاومة حتى موشي المرة حتى اللي قبلها وصلت لسعر ثنين دولار فاصلة 2 الثنين دولار فاصلة 2 في مقاومة جدا 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 عنيدة في العملة وطبعا العملة كل ما توصل هذا السعر يعني الصعب أن تكسرها حين هاي ثاني مرة أول مرة تقريبا كانت جربت يعني ما وصلت تقريبا جربت على السعر اللي هو ثنين دولار فاصلة 2 تقريبا المرة ثنين دولار فاصلة ثلاثة تقريبا فمبدئيا العملة تحتاج تكسر هالأرقام عشان تعطي النقم ميديدة المهم فالسيناريو الثاني في حال ان العملة فشلت انه توصل تخترق سعر اللي هو 2 دولار راح ترجع تلمس الدعم هنا وبتحاول مرة أخرى في هالسيناريو فهي أمام الثلاث سيناريوهات هذه أنا ما توقع انه تطلع يعني أقل عن هذا السعر يعني بالنسبة لي ما توقع العملة تنزل أكثر عن دولار فصلة 5 يعني لو نزلت بالنسبة لي بتكون فرص شراء الصراحة يعني كل ما تنزل تشتري أكثر ما عندك مشكلة الانطلاق الحقيقي للعملة مثل ما قلنا في الفيديو السابق إذا اخترقنا وكسرنا تقريبا الـ 4 دولار غلقنا فوق الـ 4 دولار إن شاء الله راح تشوف ارتفاعات كبيرة بس أنا هنا مثل ما قلت العملة راح تبدأ تمشي في نطاقة عرضي للعلم لين ما تطلع من هذا السيناريو لأنه هي تقريبا لو نشوفني العملة تقريبا مشت في سيناريو عرضي تقريبا من تاريخ 9 فبراير لغاية اللي هو 9 إبريل تقريبا يهريو العملة أوكي تصعد تنزل بس مش بنطاق كبير فحاليا نحتاج أن العملة تخرج بنطاق كبير إذا كسرت المقاومة هذه 2.3 دولار أو كسرت اللي هو دولار فاصلة 5 هاي الدعمها المقاومة الأكبر طلعنا من أحد هالرقمين راح تكون حركة قوية سواء للعلى أو للأسفل من هذه نظرتي لعملة سواء طبعا اللي حاب أن يستفسر عن خدمة دارة الحساب يا مرحبا بك رابط القناة أسفل الفيديو يعطيكم العافية الموفجين خير ترجمة نانسي قنقر